السلام عليكم متسابقين الكرام هذه هي واحد الاستاذة لا تولد انتم تعرفين هذه العيالات التي لا تولدها كان لديهم واحد لحنان زائد التي تولدها حيث نقصها فهذه الاستاذة كان لديها واحد اخوة يعني اخوة كان مفحالوش كان مفحالوش يلا كافي مع الوقت كان مفحالوش كان وادل واحد ثلاثة وزادت مراته وولدت له واحد البنت فهي مشت باركات له واخترحت له واحد الاقتراح قال له ارى لي يديك البنت انا الربية قال له الربية عندي وتبقى معايا تتكبر وراء بنت الزمقية في حال المدني تبقى معايا تفتح عيني اعلي انا قال له انا رك عارفني ما كان ولج وهذه فهو جاته من الجنة والناسك الصافية عنده ومره مره اراك اتدور معه بالفعل بقيت مع هاد البنت هذي بقيت معاها بدتك تقريها السيدة بدتك تكبر حسابتها انتبه حسابها انا حسابها لم تفتحت عليها انا وغير جانب قصرت به وصلت في دراسة خرجت من الدراسة وخارجت عني خليك في المدراسة بدأت تعطلها لا يوجد رجالي لها بدأت تخرج بزعف يعني كما تقولون بأخرج لها الشواري هنا قلت اردتها الابوية قبل ان اضع لي شيئ الاقترباء وانتصدق جائي الي هنا يبكرها ويقول لي اي السباب بدأت تتبري الابوية مره وباكي سبر فيها واسع فيها خلي عندك واديا قلت له ويلو ويلو أخويا خود بنتك اشنو كدير والتي تجي معطلها قلت له مش تدير شي موصيبات للثقافية قلت له شدالية بنتك انترك عارف بنتك رأسها قاصح ما مقالش بحال شهالي دي كتك تسمع العذراء شدالية بنتك فدخل دخلت هي واخوها في واحد النقاش وصع في واحد نار وصع في جاء عيطت له وصع في جاء الدار بدأ تنوي هذه البنت البنت جاءة لعشرة الليل بدأ بها كتك خاصة عليها حداعها وصع فيها بدأت تفكير قلت له ازبنتك صع فيها فعلا هزت البنتك قال انتي لا تستطيع التحشمي لا تستطيع التحشمي ومرة دائرة فيك خير وزيدة اللي اتحشي مع أخوك وزيدة في واحد البراكة فهذه البنتك لا تستطيع التعيش في واحد دارة كبيرة تطلب الفلوس وتعطيها لصدقة في واحد دارة يعني اللي هي صغيرة البنت يعني كان رأسها قاسح وهاله وخاها عارفة رأسها لما تبقى تتطلرها وتمشي لدك الدارة هي ما مشدت وتمشت لديك البراكة فكانت مرة مرة كتدود عند هذه اللي كتمربيها وكتكت الأخرى كتتتدور معها وخاها كتت بقى حنين عليها يعني أي الفلوس كتكتتعطيها وكتتمشي المهم ما بقيتش على المسؤولية ديالها هاد الشيش نو كتباغها فبقى ماشي الحلاقة حتى واحد النهار هاد المرة هادي اللي كتلكم طلقها الراشل محيث ما كتش كتولد هاد الشيش يعني قبل ما تربي هاد بنت أخوها كان طلقها وبقى تعيشها بوحدة فدقوا في واحدة فهنا هي جاءتها الوحدين فأكادتها عربي بنت أخرى بالفعل مشجابت واحدة البنت يلا عندها ما كاملاش وحدها ربع شهر بدأت مربيها مربيها وقد أعطيها الحينان ويعني كتر من بنتها كبرت هاد البنت دهرت واحد ثلاث سنين دخلتها على الرود دخلتها على الرود بدأت هاد البنت اللي كتبشي في الرود وتعرض لها تشي عندها فعشيات الرود عندهم الوقت تدخلها ثمانية ثلاثة أو ثلاثة أو ما أعلم بدأت تبشي وقد تبشي وتوصي دخل الموالين للرود لدي شيء واحد ما تعطيه له الشرعية يعني ما تقول ما تكون باع والشاجعة أنا قالوا لها صعف يكوني هانية واحد نهر يعني ديزة مودة واحد نهر كانت تأخذ البنت قالوا لها البنت وقد اخذتها هنا وقع وقع واحد تناقض ماذا يقول اخذها وقع وقد تأخذها أخذها أخذها لا يمكن ان اخذها وقعت واحد ترجاء استدعوا البوليس بدأوا تحرياتهم وتمركم عارفين تحريات البوليس قلت لا يشوفوا الهندام يشوفوا النظارات ويتقوا عدق التفاصيل يأخذوا المعلومات عارفوا بأن الام الغير البيولوجيا لم يأخذ ابنها عارفوا بأن المدرسة كذلك تقوموا بأن يخرجوا الدرهير الصغار ويخرجواهم لا يعرفوا بأن الام تقوموا بموظفات التي كانوا تماما لكي يكملوا معهم البحث عارفوا بأنهم رأسهم مخاوة لم يكن من أعرف أم لم يكن من أخذ ابنها ما لديك أدوة مع أدوة وما لم يكن أدوة لم يكن من أدوة سيأت بأن أدوة ربما قلت له لا تفكر قلت له أخوة أخوة ومرة ومرة كان ترجمة لقد أدوة أنهم هناك كناد فيها مرحلة لم يكن من أفضل أخوة كذلك لقد أدوة صاحبتها. مشاو عند صاحبتها. ملقى واش ماء. هم راجعين في الطريق دي لهم. وهي كتبها لهم. كتبها لهم كتلوا مرهة ويا سيدي رعية في الخدم. مشاو لقوا عليها القبل. جابوها. بدأوا يعني كي سنتقوها في كونتي في نهاية دي. شافوا السيدة كتدخل وتخرج في الحضراء. اه اعرفوها بانها تحت في رأسها شي حاجة. خليهم مع احد يطبيط واحد. يطبيط واحد. يعني عندهم واحد استراتيجية كيفاش الموجرين يقر يعني بسهولة زيما. بالفعل يعني بعد ما ادخلها واحد ادخلها قالها راح نحن عارفين كل شي خاصكي غا تقولي. بالفعل السيدة عرفت وقال له انا لي صفيتها لا. يعني البوليزي تفاجأ قال له كيف صفيتها لا. قلت له اراني لحتف واحد البير. تجهت السلطات معها العلمي كان واحد البير اللي كان في واحد الارض اللي هي قاحلة خالية بعيدة يعني يعني على هذا المدرس هذي يعني بواحد الكيلومدرات مشات قتلهم تيتها التماية وقتلها طليناها وبعد ما طلت ضربتها بواحد الموس والاحتة التماية يعني هذه السيدة اعترفت بما نسبة اليها جملة وضف صيلة وتحكمات باقصى العقوبات.